بسم الله الرحمن الرحيم ان دي ينفع يتقال عنها ان هي نظرية شيخ احمد دي دات لان الواحد ما ينفعش يتبنى النظرية ممكن تكون مخالفة العقيدة الاسلامية لكن لو انت بتتكلم عن اللي كان مشهور عن شيخ احمد دات انه قال ان المسيح اتصلب لكنه مماتش على الصليب وبعدين نزل من على الصليب وهو حي مغمع عليه او ايا كان وبعد كده خلاص يعني مهم ان هو لم يقتل يعني لو هو ده المقصود دي ما ينفعش نقول عنها ان هي كانت نظرية شيخ احمد دات عن نجاة المسيح من الصلب لانه اكيد الشيخ مش هيتبنى تصور اقرب لتصور الاحمدية والقديانية او تصور مخالف الاسلام لان القرآن الكريم بينفي عن المسيح عليه السلام انه تصلب انه تصلب يعني انه تعلق على على اداة الصلب سواء بقى شجرة ولا صليب ولا الصليب ده كان شكله ايه قول الله عز وجل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبيه لهم وما قتلوه هو ما تقتلش باي شكل من الاشكال لان اليهود حاولوا اكتر من مرة انه هم هيقتلوا مسيح عليه السلام وما صلبوه يعني تحديدا هذه الوسيلة التي اشيعت ان المسيح اتقتل عن طريقها هي كمان ما حصلتش فده اسلوب نقدر نقول انه تخصيص يعني بعد اجمال بعد بعد اجمالة معلم يعني وما قتلوه ده العام وما صلبوه الخاص التفصيل انا بقى بغض النظر بقى عن نظرية شيخ احمد دات ولا نظرية اي شيخ هو في النهاية هيبقى رجمي بالغيب يعني انا لو عملنا مثلا فيديو مستقبلا يعني ان شاء الله وقلنا ايه النظريات المطروحة في كيفية نجاة المسيح عليه السلام من القتل والصلب او نجاةه من الصلب يعني لو احنا عرفنا يعني النجاة المسيح من الصلب هو انه ما يموتش على الصليب يبقى النظرية بتاعت شيخ احمد دات تمشي لكن المفترض يعني اللي عليه علماء المسلمين في تفسير الاية انه وما صلبوه معناها يعني اتعلقش على الصليب ما عرفش بقى لو هو فعلا هل تفسير الاية يسع انه وما صلبوه معناها لم يقتل صلبا فلو هم صلبوه لكنه مماتش مصلوب تمشي وما صلبوه لكن لأ يعني انا شايف انه وما صلبوه المقصود بيه ان المسيح عليه السلام لم يصلب متعلقش على الصليب وفكرة الصلب ده دي ما حصلتش المسيح عليه السلام اللي هو اللي اشيع عنه بشكل عام لكن لو هو تعلق على الصريب فعلا وبعدين اتقاله وما صلبه ماينفعش انا شايف ان ده مايمشيش لغويا ما علينا فيبقى في الاخر يعني لو احنا جمعنا كل النظريات اللي اتقالت على مدار التاريخ في كيفية نجاة المسيح عليه السلام من الصلب كلها في النهاية ستتساوى لان احنا عمرنا ما هنقدر نعرف يقينا كيف نجا المسيح عليه السلام من الصلب وهيبقى احنا خدنا بقى مكان النصارى وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظلم وما قتلوا يعني احنا بقى احنا منقدرش نعرف فيه سيناريوهات كتيرة اتقالت في نجاة المسيح من الصلب قلت بلكده ان ارجى الروايات الاسلامية عن عبدالله ابن عباس وهي ليست مرفوعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ومش حديث يعني ليست وحي من الله عز وجل انه المسيح عليه السلام كان مجتمع مع الحواريين وقال للحواريين من منكم ياخذ مكاني ويكون رفيقي في الجنة او حاجة زي كده فواحد من الحواريين تطوع انه حياخذ مكان المسيح حيموت مكانه ويبقى جزاؤه يوم القيامة انه يكون رفيقه في الجنة دي رواية الرواية تانية موجودة في يعني رواها ارناوس اسكوف ليون عن الغنوصيين قلته قبل كده بتاعت سمعان القيرواني انه لما جم يشوفوا حد يشيل الصليب مكان المسيح لما خرجوه من دار الولاية وهيودوه بقى المكان الصلب شافوه له حد يشيل عنه الصليب ودي يمكن من ضمن الاختلافات او التنقضات اللي ذكرها الشيخ رحمة الله الهندي ان فيه انجيل بيقول ان المسيح هو اللي شل صليبه لغاية مكان الصلب وانا جيل تانية بتقول لا فيه واحد اسمه سمعان القيرواني اجروه او جابوه علشان هو اللي يشيل الصليب مكان المسيح المسيح بحسب الروايات يعني ما كانش فيه حيه ليشيل الصليب بسبب الضرب اللي هو اتعرض له والكلام ده كله وقت ما جه سمعان القيرواني لشيل الصليب عن المسيح تبدلت هيئتهم فالمسيح بقى هو سمعان القيرواني وسمعان القيرواني بقى هو المسيح يعني ما فادها ان سمعان القيرواني هو اللي اتصرب في الاخر مكان المسيح فاهمين ايه اللي حصل المسيح كان شايل الصليب سمعان القيرواني جه شايل الصليب مكان المسيح فاتبدلت هيئتهم بقى اللي شايل الصليب هو المسيح في هيئة سامعان القيرواني وسمعان القيرواني ماشي وراه في هيئة المسيح لما جم بقى علشان يسلبه فخلاص انت كترخيرك يا سامعان انت شلت الصليب لغاية هنا روح وده كان المسيح في هيئة سامعان القيرواني وجابوا بقى المسيح اللي هو سامعان القيرواني في هيئة المسيح خدوه صلبه دي قصة موجودة وفي قصة تانية موجودة برضو في كتب الغنوصيين ان هي المخطوطات بتاعت نجح حمادي ان بوتروس كان قاعد مع المسيح ما تفهمش بقى هم انا مش متذكر يعني هم وصلوا للمكان ده ازاي بس يعني قاعدين بعيد بيتفرجوا على اللي بيتصلم فبوتروس بيقوله فيما معناه يعني ايه الحق ده انت هناك مسلوب اهو فقال له لا ده مش أنا وده مجرد خيال او شبح او حاجة زي كده فالمهم في الاخر لو احنا قلنا ان فيه اكتر من رواية او اكتر من سيناريو جائز ليه كيفية نجاة المسيح من الصلب ايه قيمة كل هذه الروايات تاريخيا بحيث ان احنا نرجح ما بينهم علشان نختار منهم هي ده الرواية اللي على اساسها المسيح نجا من الصلب فيه روايات كتيرة تانية فيه يعني ناس قالت قصص تانية مش عايزة عدهم دلوقت في النهاية ما نقدرش نرجح قصة منهم فنقول ان ده بالفعل هو السيناريو اللي على اساسه المسيح نجا من الصلب او اللي من خلاله المسيح نجا من الصلب وانا بعتقد والله اعلم ان القضية في النهاية مش يعني مش مهمة ولو كانت مهمة كان ربنا قال لنا مين اللي اتصالب مكان المسيح واتصالب ازاي مكان المسيح ربنا بيقول ولكن شبها لهم وقلت قبل كده ان شبها لهم دي معناها ان اللي هم افتكروه حصل ما حصلش طب ازاي ما حصلش ازاي اشتبه عليهم الامر بحيث ان هم يظنوا انه حصل لكنه في الحقيقة ما حصلش احنا ما نعرفش خلاص ما نعرفش ومش مهم المسيح دايما بيحاول يخلي لا مهم مهم ليه شان انت بتؤمن بالصلب والفداء ودي عقيدة انحراف عن تعليم الانبياء والرسل طوال التاريخ كل انبياء العهد القديم معلموش بالصلب والفداء حتى التعليم اللي منسوبة للمسيح عليه السلام في الاناجيل الاربعة ضد الصلب والفداء وبتخلفه ولم يعلم بيه فانت علشان كده مسألة صلب المسيح بقت جوهرية بالنسبالك وعايز تعرف التفاصيل والواقع ان لا هي في الحقيقة مش مهمة خلاص لان حتى لو كان المسيح تصلب دا لا يؤدي الى اي شيء مش هيقربنا من جنة او يبعدنا من نوع هتبقى مسألة تاريخية بحتة زي ما هو يحنى المعمدان او يحيى عليه السلام يحيى ابن زكري اتقتل فعلا ولا ما اتقتلش الاناجيل بتقول اتقتل طب احنا هنسدى الاناجيل المسألة دي بالنسبالنا هامة علشان خاطر نعرف فيها اجابة نقطع من خلالها شك باليقين لا ممكن يكون اتقتل ممكن ما يكونش اتقتل وتكون مسألة تاريخية وخلاص لا اتقرب من جنة ولا تبعد من جنة انا اعتبر كده السؤال التالت هل ترى قصور في المكتبة العربية في مجال مقارنة الهديان خصوصا النقد المسيحية واليهودية يعني انا لسه اقيل في موضوع نقد المسيحية هو الواقع ان فيه ناس كتيرة جدا جدا كتبت لكن نحتاج الى اعتبرني انا بتاع بطيخ محتاجين واحد متخصص يتفرغ يفوت على اللي تكتب ويقيمه وعلى فكرة المسألة دي انا كنت جلست فيها مع شيخ وواحد بقى ييجي يقول لكم مال انت بتعمل ايه يا ابني ما انت اللي مفروض تعمل كده المكتبة العربية بالمقارنة بالمكتبة الانجليزية فقيرة جدا وتعبانة خالص مستواها النقدي ضعيف جدا جدا للأسف وزي ما قلت شغالة في منهجية رد النصوص بالنصوص اللي هي منهجية الشيخ احمد ديدات واحنا وقفنا عند الشيخ احمد ديدات يعني منهجية الشيخ احمد ديدات مش وحشة لكن المستوى الحواري والنقاشي علي عن كده والكتب المطروحة في المجال ما عليتش عن كده يعني على رأي الشيخ الدكتور سامي عمري لما عادت اتكلمت معاه احنا محتاجين طرح يخاطب كبار ائمة المنصرين في العالم مش الاسوسة الغلابة الاقرب للعوامل اللي عندنا في مصر محتاجين مستوى تكلم به ويليام لين كريج او الناس اللي على مستواهم اللي هم المنصرين العالميين اللي بيتحدوا العالم دول المكتبة العربية لسه موصلتش المستوى ده لسه موصلتش المستوى الرجوع للغة اليونانية الرجوع للمراجع العالمية احنا لأسباب كثيرة جدا حوارنا ينفع يتقال عنه انه قديم و محصور جغرافية قديم ومحدود ومحصور جغرافية يعني فيه ناس بتحاول تشتغل في الموضوع لو سمحت عايزين نعمل رسالة ماجستين ممنوعة نعمل رسالة دكتوراه ممنوعة خلاص هنعمل ايه؟ اكتب في اي حاجة تانية اكتب عن الشيعة زال فل اكتب عن الالحاد زال فل لكن ما ينفعش تكتب عن النصارى في موضوع اليهودية بقى انا مش انا مش متطلع لكن باعتقد برضو انه ما زال قديم ومحدود احنا بقينا في عصر المراجع الاصلية والادوات النقدية على درجة اعلى بكتير جدا ماهو كان موجود زمان يبقى المفروض بقى هو طبعا يعني فيه اعمال للدكتور سامي عامري في موضوع استعارة النص النص الاصلي العهد الجديد او الانجيل واتكلم برضو في الموضوع في كتابها اللي اقتبس القرآن الكريم وكتب اليهود والنصارى واتكلم بس برضو المجال ما زال مفتوح كثيرا جدا جدا سؤال تاني بخصوص قصة قيامة المسيح من القبر ما وجه دلالة ان المسيح اكل مع الحواليين وهل يعتبر هذا من ادلة عدم الوهيته لانه اكل السمك والعسل امامهم ما المقصود بخصوص هذه القصة في اعمال الرسل عشرة واحد واردعية نحن الذين اكلنا وشربنا معه بعد قيامتي من الاموات المفروض ان قصة ان المسيح اكل معاهم والكلام ده كله في سياق اثبات انه انا قمت من الاموات بالمعنى انه انا عدت كما كنت قبل ان اموت ده المفروض يعني ده المعنى المسيحي للموضوع انه يا جماعة ما تخافوش انا رجعت تاني رجعت تاني زي ما كنت قبل ما موت هو الموضوع يعني انا باعتقد انه هو اكيد يعني النص بتعمال الرسل عشرة واحد واربعين ده المقصود بي انه احنا تأكدنا ان هو ام الاموات احنا حتى كلنا وشربنا معاه بعد ما ام الاموات يبقى احنا تأكدنا ان هو ام الاموات هذا قامه الله في اليوم الثالث واعطى ان يصير ظاهرا ليس لجميع الشعب بل لشهود سبق الله فانتخبهم لنا نحن الذين اكلنا وشربنا معه بعد قيامتي من الاموات واوصانا ان نكرز للشعب ونشهد بان هذا هو المعين من الله دايال الاحياء والاموات له يشهد جميع الانبياء ان كل من يؤمن به ينلبس من جفاة الخطار دا المفروض عيضة بوتروس في بيت كورنيليوس كنت علقت قبل كده في حلقة اسئلة سابقة ان غالبا يعني سفر عمال الرسل دا ما تكتبش غير عشان كده عشان يحط الكام وعظة دولة على لسان بوتروس اللي هو يعني اول التلاميذ او رئيس التلاميذ او واحد من كبار التلاميذ ايا كان فزي الفل في بعض الناس بتجيب النص بتاع ان المسيح اكل وشرب مع نصوص تانية في نص كان بيقول المسوني دا انا لان الروح ليس له ليس له لحم اه في لوق 14 39 انظروا يدي ورجلي اني انا هو جسوني وانظروا فان الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي دا في لوق 14 39 والمفروض ان في السياق دا بعديها يعني وحين قال هذا اراهم يديه ورجليه وبينما هم غير مصدقين من الفرح ومتعجبون قال لهم اعندكم ها هنا طعام فناولوه جزء من سمك مشو الحتة بتاعت شهد عسل دي اضافة لاحق فاخذ واكل قدامه طبعا فقط للتنبيه يعني انا بقرأ من انجيل لوقة اللي هو نفس كاتب اعمال الرسل فتلاقي الدنيا ايه متسقة وزي الفل فكاتب انجيل لوقة بيقول اعندكم ها هنا طعام واكل ومش عارف مين وبعدين بيقول لك في عيضة بوتروس ده احنا اكلنا وشربنا معاه بعد نعمل زي ما قلت هي المفروض دلالتها انه انا رجعت زي ما كنت قبل ما موت فهم مستغربين يعني هو انت مش موت انا هو المسيح طب برضو في مشكلة يعني طيب المسيح بيقول لان الروح ليس له لحم وعظام كما ترون ليه والروح ده هيجي منين يعني انت متخيل مثلا انه انا موت والشبح بتاعي هيظهر لكم مثلا ده انا قمتي من الاموات طب وبعدين مع النص بقى بتاع بولس ان هو بيقول ان الناس هتقوم من من الموت بجسم روحاني في كورينس في الاولى 15-24 يزرع جسما حيوانيا ويقام جسما روحانيا يوجد جسم حيواني وجسم روحاني فهو جسم روحاني تحس ان كلام بولس اقرب لفكرة روح انت مدام موت حتى لو قمت هترجع جسم روحاني مش هترجع جسم حيواني اللي هو اللي انت كنت عايش به قبل كده لما هو مكتوب يزرع جسما حيوانيا هيتخطي في الارض جسم حيواني هيدفن جسمه اللي كان عايش به دو مات هيدفن يزرع جسما حيوانيا ويقام جسما روحانيا فهو لو لو يوم الايامة لما ربنا هيقوم الموت للحساب هيقام اجسام روحاني والمفروض ان المسيح باكورة القيام من الاموات او الراقدين ولا يعني المسيح قام من الاموات فهيقوم تاني بنفس جسمه الحيواني اللي كان عايش به وبياكل ويشرب زي ما كان قبل ما يموت بالضبط انا مش عارف يعني انا بعتقد ان فيه مشكلة في الوصف ده ان انت المفروض المغزى اللي انت عاوز تقدمه ان انا يسوع اللي كان عايش معاكم قبل ما يموت قمت من الاموات رجعت داني زي ما كنت قبل ما اموت بالضبط حتى شوفوا جسمي لحم وعظام وباكلوا باشرب زي ما كنت بالضبط ما فيش اي فرق طب هو لما انت المفروض تقوم من الاموات تقوم ما فيش اي فرق طب هما ليه مستغربين المفروض تكون روح حتى لو قمت من الاموات معرفش هي من النصوص انا بعتقد انها يعني موضوعة وضعا في سياق اثبات ان المسيح اتصلا ومات وام الاموات ولوقة يعني دقيق جدا في النقطة دي وتجد ان الحوارات دي غالبا مش موجودة في الاناجيل التانية الحوار ده خدوا كلوا ولمسوا وتأكدوا ان انا قمت من الاموات وطبعا فيه مقابلها حاجات تانية بس القصة دي تحديدا بتفاصيلها دي مش موجود وممكن نبقى فيه ما بعد يعني احاول ادرس الموضوع ده اكتر من كده لكن ده اللي انا فهمه لغاية دلوقتي السؤال تاني من خلال خبرتك لو هكلم مسيحة الاسلام ابدأ بماذا مقارنات افضل طرح مختصر السؤال ده صعب لان من حكمة الداعية ان هو يحاول يعرف الشخص اللي هو بيخضبه ده محتاج يسمع ايه انا بعتقد انه نحاول يعني نعمل تقصي صحفي كده ونسأل الشخص ده والله انت يعني هنفترض ان انت خلاص انا هكلم المسيح عن الاسلام دي المنطقة اللي انا عايز اتكلم بيها فالمفروض بفترض انه هو خلاص يعني انا عارف انت عملية التخلية قبل التحلية خلاص خليت واحنا دخلين بقى في مرحلة البناء والتحلية انا بعتقد والله انه محتاج يعرف حاجات كتير جدا وما اعتقدش ان فيه حاجة ممكن تكون اهم من حاجة لازم يعرف حاجات كتير بعتقد ان اهم طبعا حاجة المفروض نتكلمه فيها تصور المسلمين عن الله عز وجل وانه مختلف عن تصوره السابق عن الثلوس والتجسد والوهية المسيح والكلام ده كله دي منطقة لازم يكون فهمها كويس اوي هي المشكلة ان احنا لما نيجي نقارن ما بين الاسلام والمسيحية ونرس اركان ايمان الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير يا بشر ما فيش ركن من اركان ايمان الا مقابل وعقيدة فزدة يكون فاهم الكلام ده علشان خاطر يصح عقدته وما يدخلش الاسلام وهو لسه شايل رواسب عقائد فزدة او بطلة من المسيحية ده على افتراض ان هو عنده اعتقاد في المواضيع دي مش شخص مثلا عمره مفكر في المواضيع دي قبل كده وده جايز لكن انا باعتقد ان دي مسألة لازم على اقل الواحد ياخد باله منها ان انت ممكن تسأل مثلا واحد مسيحي انت اعتقادك في موضوع القضاء والقدر يقول لك والله انا عمره مفكرت في الموضوع ده ما عنديش اعتقاد في المسألة دي انا اول مرة اخد بالي من النقطة دي وهبدأ افكر فيها هو شوف ان المفروض اؤمن به خلاص ده يدخل الاسلام يتعلم على طول ممكن تسأل واحد تاني تلا انه هو زي اغلب النصارى بيؤمن بعقيدة القدرية ان مفيش قدر اصلا ويجبر ومش عارف مين وربنا بيقى مش كاتب على حد ولا يعرف اين هيحصل ولا الدنيا من اخبط خالص فهو اهم حاجة لازم تتصلح عقيدته في الله عز وجل ولازم نبتدي نكلمه في ادلة صح الدين الاسلام في ادلة وحي القرآن الكريم وادلة النبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفيما بعد بقى لو هو ظهرت عنده اي مسائل تانية محتاج يتكلم فيه هيتكلم موضوع المقارنات ده ده لو احنا لسه عندنا كلام في المسيحية هيتقال فلازم يكون بمقارنة علشان ينجذب نحو الاسلام شوية بشوية فلو انا هكلمه عن الكتاب المقدس شوية اعرض له المقابل عن القرآن الكريم وهكذا علشان لما حاجة تتزال يتبني مكانها بشكل تلقاء لكن هنوصل لمرحلة هنتطر ان احنا نتكلم فيه ادلة صدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وادلة وحي القرآن وبرضو بعتقد انه لازم يبقى فيه مساحة انه لو انت عندك شبهات في الاسلام لازم تترحى ولازم يتجاوب عليها لان هم بيعملوا مجهود كبير جدا في النقطة دي ان هم ينشروا شبهات حول الاسلام وان هم ينشروا تصورات خاطئة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكذا فالحاجات دي بتبقى عقبات بالنسبال لدخول الاسلام انت عندك تصور سيء عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لازم نزيل التصور ده عشان يقدر يقبل ادلة صدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انا بعتقد ان فيه مواضيع كثيرة جدا جدا وكل واحد تجربة شخصية بمفرده ممكن واحد يحتاج شغل كتير ممكن واحد ما يحتاج شغل كتير لكن الواحد يعني لما نقرأ القرآن الكريم ونشوف اهم حاجة المفروض اللي بلغها للناس مسألة التوحيد يكون فاهم ده كويس جدا ثم الاشياء التي بسببها المفروض يبقى مسلم يقتنع بصح الدين الاسلام هدلة اتوحي القرآن ونبوة سيدة محمد صلى الله عليه وسلم سؤال ثاني بيقول برأيك واجب الداعية الامثل اليوم انا بعتقد ان الداعية اليوم اولا لازم يفضل يذاكر ولازم يفضل يقرأ ولازم يفضل يتعلم دي نقطة مهمة جدا وان الانسان يعني لو قصر في القراءة وقصر في المذاكرة وقصر في الاطلاع مش هيقدر يواكب الدنيا اللي حواليه ويعرف يتعامل مع الناس ويعرف يدعوهم ويصلح افكارهم والكلام ده كله فلازم يفضل يذاكر دي اول نقطة تاني نقطة ان الداعية لازم يستغل كل المنابر المتاحة له في الدعوة على قد ما يقدر ويجتهد انه يقدر ويجتهد انه يعرف ويجتهد انه يستخدم عندك منصات السوشيال ميديا المختلفة انا باعتقد يعني لو اي داعية معا موبايل في كاميرا وبيقدر يعني يقدم معلومة للناس بصورة جيدة وبصوت جيد ده لازم يستغل ده ويستغل المنصات المختلفة اللي ممكن ينشر عليها ده ينشر على الفيسبوك ينشر على اليوتيوب ينشر على التيك توك ينشر على مش عارف مين يشوف المنصات اللي هو ممكن يستغلها وينشر عليها دي مهمة جدا برضو فكرة انه لو هو بيحب يكتب ويعمل ابحاث والكلام ده كله يحاول يعمل لنفسه موقع او يعمل لنفسه مدونة او حاجة زي كده بحيث انه لو هو لو انتاج علمي يبقى فيه مكان اقدر ارجع له علشان اشوف فيه انتاجه العلمي ده واوصل اليه بسهولة وادل الناس عليه بسهولة وينتشر من خلاله بسهولة اي حد عنده بيزنس بيعمل لنفسه موقع يعني لازم يبقى فيه كيان الكتروني بيمثله علشان اروح له واعرف هو بيقدم ايه واعرف احصل على اللي هو بيقدمه بسهولة وبرضو من ضمن الحاجات اللي لازم الداعية يحاول يعملها انه يحاول يختلط بالناس على قد ما يقدر ويحاول يصلح من الناس اللي حواليه على قد ما يقدر ويحاول انه يكون له داير التأثير اكبر واوسع على قد ما يقدر يدي دروس في المسجد القريب من بيته ويدي يعرف يتكلم مع الناس اللي معاه في الشغلة او اللي معاه في مكان دراسته او حتى قسرته او مجتمعه الصغير اللي هو فيه يعني يحاول يكون له مجال تأثير كبير على قد ما فيه ناس للأسف ممكن تاخد بالها ان الكلام دا يكون عن طريق النت بس والله كل واحد وظروفه انت طبيعة حياتك قدت الى ان تأثيرك وتعاملك مع الناس بيكون بس عن طريق الانترنت لكن انت بالفعل بتنزل وبتروح شغله وبتقابل وبتتعامل وبتتكلم تحاول تستغل الاحتكاجك دا في انك تتكلم مع الناس وتأثر فيهم وتنصحهم وتصلح من سلوكهم وهكذا ممكن اخر حاجة اقولها ان الداعية دا يعني يفضل مركز ويفضل فاكر الاولوات الكبرى المطلوبة منه ما ينساش نفسه في اطار ان انا بدعو الناس او انا بكلم الناس او انا بحاور الناس وهكذا يفتكر دايما انه لما يحين معاد الصلاة يقوم يصلي ويعني يحاول على قد ما يقدر انه يلتزم بما يزكي نفسه اولا ويقربه الى الله عز وجل ويجعل دايما قلبه عامر بالامان يكون له دايما ورد من الكرآن الكريم يقرأ الكرآن الكريم ويحاول يحفظ من الكرآن الكريم او يراجع حبه على قد ما يقدر يحاول يكون له وقت للعلوم الشرعية لو هو متخصص في حاجة تانية نقد مسيحية نقد الحاد نقد مخلل اي امكان لازم يكون له ورد من الاطلاع على العلوم الشرعية بيقرأ القرآن الكريم يطلع على تفاسير يقرأ السنة النبوية الشريفة يطلع على تفاسير يقرأ في العلوم الشرعية المختلفة يحاول يكون قريبة من مجاله او تنفعه او يعني تنفع المسلم العامي تنفع المسلم بشكل عام يحاول يطلع على ده ويتابع ده دايما ربنا يصلح احوالنا جميع كيف يكون يومك العلمي انا شخصيا بحاول على قد ما اقدر اني يحط نفسي في ظروف تجعلني اقرأ شيئا جديدا يوميا وبحزن جدا جدا لو انا فات علي يوم وحسيت ان انا ما تعلمتش حاجة جديدة او ما استفدتش حاجة جديدة او مش لازم حاجة جديدة اتأكدت من صحة حاجة كانت في بالي او لازم يبقى في قيمة مضافة حصلتلي في هذا اليوم فانا شخصيا انا شخصيا بخلي التحضير للفيديوهات هو الجانب ده اللي انا بحاول ان انا اقرأ فيه احضر بقى لازهار الحق احضر في موضوع فيديوهات اعتراف خطير احضر لأي حاجة ده المجال اللي على الاقل بلزم نفسي فيه بالحد الادنى من القراءة والابتلاع وبحاول على قد ما اقدر ان الكلام ده يكون يعني انا بصحة من الصبح بدري لغاية مثلا قرب الساعة عشر احداشر ببتدي اصور فيديو جديد الوقت ده لغاية الساعة عشر احداشر يعني رينج في حدود اربع خمس ساعات مثلا ده بيكون الوقت اللي انا بحاول اقرأ فيه واتطلع فيه وادور فيه وحضر فيه وكذا لقيت نفسي قريت حاجة كويسة او استفدت معلومة جديدة او حسيت ان في حاجة اه اتعلمتها وحتفيد الناس او معلومة بقول الكلام ده فيديو يعني بسجل غير كده بقى اي مشاريع تانية بشتغل عليها انا انا بعتقد ان طبيع التحضير المادة العلمية المستمرة بتخليني افضل اقرأ بشكل مستمر وان كان اغلب قراءاتي متقطعة وده شيء مدايقني لكن هي دي طبيعة الحال ان انا بحضر في مسألة معينة اقرأ معلومات لكن قليل الايام دي ما بقيت امس الكتاب بحاله وقراءه من اوله الاخر فانا بقول لنفسي ان شاء الله محتاج انا ازبط ادارة الوقت عندي اكتر من كده وعمال بامني نفسي ان شاء الله باذن الله لما العيال يدخلوا المدرسة ان شاء الله الاسبوع القادم يبقى عندي وقت اكبر واحاول باذن الله ازواجل اخصص ولو على الاقل ساعتين في اليوم لقراءة كتاب بشكل كامل من اول واخر هل فيه انشطة دعوية جديدة على قناة الدعوة انا كل شوية كل فترة بعد افكر نفسي او بيحصل حاجة بيخلينا افكر كفاية كده كلام في مواضيع مسيحية وارجع تاني تكلم في مواضيع عن الامان والانحاد وغالبا انا هعمل ده مع بداية دخول الدراسة ويبقى عندي وقت اكبر ان شاء الله انا الاسف شديد بتوصلني اسئلة كتير جدا من الناس عندهم شبهات وعندهم شكوك وحاجات زي كده فانا محتاج ان انا اخصص وقت مستقل للاجابة على الناس دي ان انا احضر الاجابات لأسئلتهم وبعدين اقول الاجابات دي فانا ان شاء الله هحاول ان انا اعمل ان ما كانش بس مباشر اخر اتلقى في اسئلة او حتى يعني ارجع مرة تانية لحلقات النقاشية بتاعت كل شهر لكن هحاول ان انا افرد وقت للاجابة على اسئلة المتشككين في ناحية الامان والالحاج دي نقطة نقطة تانية ان في سلاسل انا فعلا حابب اكملها ولازم اكملها لفايدتي انا الشخصية من ضمنهم السلسلة بتاعت براهين النبوة وصح الدين الاسلام نكمل الكتاب بتاعة براهين النبوة للدكتور سامي عامري وفي اكتر من كتاب للدكتور سامي عامري الاخ حسان مصطفى كان شغال انه بيحضر منهم مادة للفيديوهات بتاعته عايز افوت على الكتب دي فيها من سفر اشعية في حاجات كتيرة جدا جدا في بالي هبدأ فيها ان شاء الله من بداية الشهر القادم وفي حاجات للأسف بفكر فيها وبعدين لما بفكر فيها بقول مش وقتها دلوقتي يعني مش هينفع بل حكمة من وجودي في الدنيا بدون اختيار مني اللي بالي بمعنى اني لا اريد مكافئة الجزاء فعلي انا لا اريد افعل لا اريد ان اوجد من الاساس لا استطيع الاستسلام من هذا الامر ما حاولت لان هذا هو اساس وجودي حتى انهاء هذا الوجود ليس من حال انا السؤال ده وفي اسئلة زيها بتطرح اجابتها ما هيش سهلة ومش سهلة مش علشان من ناحية العلمية مش سهلة لا هي مش سهلة علشان الاسئلة دي بتطلع من ناحية نفسية لا يمكن ابدا لا يمكن انا اسدق ان انسان ذاق حلاوة الايمان او انه يعني حتى يا اخي مش عارف يعني ده سؤال سألوا شخص معذب شخص حزين وحاسس بشقاء وحاسس بتعب لدرجة انه مجرد الوجود انا لا اجد فيه اي نعمة ولا اجد فيه اي حاجة حلوة وما كنتش عايزه اصلا من باب الموقف ده فيه ملاحظة مش بتاخده يعني فيه ملاحظة بتقولك اصحى من النوم اضحك وانبسط عشان انت لسه عندك فرصة الاستمتاع بالحياة فواحد بيسأل السؤال ده معناه ان هو فقد من داخله اي حس للمتعة للحياة وكأن كل لحظة من لحظات الوجود هي شقاء وعناء وعذاب اللي جابة التقليدية للسؤال ده انه القرآن الكريم والشريع الاسلامية بيعلمونا وانا يعني السؤال ده كنت محتاجة حضرله اكتر من كده لكن يعني الاجابة اللي حضرة في ده لان فيه ناس كتير جدا بتسألني اسئلة على الواتساب او على اي ان كان المكان اللي بيبعثوا عليه السؤال وانا بتحاشى الاجابة مش علشان انا ما عنديش اجابة حضرة لكن والله هي مسؤولية كبيرة لان انا ممكن اجاوب اجابة دلوقتي وبعدين الشخص ده اللي هو يعني يائس وبائس وانت كملت عليه الشريعة الاسلامية والمصادر الوحي الاسلامي بيعلمونا ان الانسان اختار تحمل الامان يا عم انا ما اخترتش حاجة يا عم ايه اللي انت بتقوله انا ما اخترتش حاجة هو هيجي يقولك انا ما اخترتش حاجة التنظير كالقاتر لان المسألة كثير من المسائل اللي هي بتبقى مشكلة بالنسبة للناس هي في الاول والاخر في جانب ايماني وهو فقد الجانب الايماني فعلشان كده المشكلة بتستمر في واحد كان جاوب على السؤال ده اجابة رائعة ومع ذلك هو الان ملحد تخيل وكان طرح اكتر من سيناريو قالك من ضمن السيناريوهات اللي هو كان طرحها انت مخترتش ان انت توجد ماشي اه ان انا مخترتش ماشي مين اللي اخترلك ان ان انت توجد ربنا اللي اخترلك ان ان انت توجد طيب انت اختيارك يعني هيكون افضل من اختيار ربنا ربنا اخترلك الوجود في الاخر اقصد هنرجع لمسألة الامان بالله يبقى انت لازم تعمل علشان الشقاء اللي انت فيه ده يزول لازم تعمل على جانب تعزيز الامان بالله تعزيز الامان بالله من ناحية ان هو موجود اصلا فعلا تعزيز الامان بالله الكمال الالهي ان الله عز وجل بالفعل وعليم وحكيم وانه رحمن ورحيم وهكذا تعزيز الامان بالله من ناحية تصديق خبر الوحي تشتغل في موضوع انه القرآن الكريم كلام الله فعلا وانه موحى بيه من الله وان النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعلا النبي ورسول من عند الله عز وجل علشان لما القرآن يقول لي انك اختارتي بقى انت اختارت ما هو اصل فكرة احنا هنفطرد جدلا ده احنا ملاح ده بقى ومش مؤمنون ان القصة اللي الاسلام بيرويها ان الانسان اختار تحمل امانة بمعنى بشكل ما او بطريقة ما كل الناس اختارت تحمل امانة جنس البشرية اختارت تحمل امانة طيب تحمل امانة ده المقصود بيه في النهاية يعني الاختبار والامتحان ان ربنا هيأمرك باوامر وينهاج بنواهي فانت المطلوب منك تلتزم تلتزم بالاوامر وتنتهي عن النواهي عملت كده تدخل الجنة ما عملش كده تدخل معه فحتتحط بقى في اختبار علشان نشوف بقى هتعرف تتحمل ولا ما تتحملش علماء كثر قالوا تأملا في هذا الموضوع انه من ضرورات امكانية تطبيق الاختبار انك تنسى ان الماضي ده حصل وانك انت بالفعل اختار فانت بتدخل الاختبار بالهيئة التي تجعلك قادرا على انه حياتك دي تكون بالفعل اختبار انا لو كان عندي العلم الضروري بهذه الاخبار السابقة هيبقى ازاي انا ممكن اكفر بالله اصلا يعني الايات التي تتكلم عن ادم وعرض الامانة على السموات والارض والمسح على ظهر ادم والكلام ده كله انا لو عندي العلم بالحاجات دي اللي حصلت ازاي هقدر اكفر بعد كده مش هقدر اكفر بعد كده فيبقى بالتالي احنا في الدنيا بالهيئة التي تجعلنا قادرين على ان وجودنا ده يكون اختبار فعلا ومن ضمن الاختبار ده او من ضمن امكانية ان ده يكون اختبار قابلية التجذيب الايمان بالغير بيسمح بالتجذيب طول ما انت ما وصلتش لمرحلة عين اليقين في قابلية التجذيب ليه ربنا ما بيظهر للناس زي ما بنشوف الشمس علشان يبقى فيه قابلية التجذيب علشان يبقى فيه امكانية الاختبار علشان الايمان يكون اختياري واداء الاختبار ده ان انت تبقى مؤمن وتلتزم او تبقى كافر وتنحرف ده يبقى اختياري وإلا كان ممكن يبقى فيه ظروف تانية مختلفة مفادها ان الناس يحصل عندها حالة ايمانية لا تستطيع دفعها او ردها فيبقى فين بقى الاختبار الانسان اللي بيقول انا لا اريد مكافرة فكرة ان انا يبقى عدم سبحان الله يعني القرآن لما بيتكلم عن الكفار انه يا ليتني كنت ترابة اتمحي كده من الوجود وخلاص انا لازم اخرج من المنتاليتي دي من هذه الذهنية ومن هذه الحالة الروحية والايمانية لا يمكن واحد مؤمن عارف ايه اللي مطلوب منك هو انت انت ليه حاسس ان الاختبار صعب اوي كده والله ما هو صعب كل اللي مطلوب مننا ان تؤمن بالله عز وجل وتتبع اواما الدنيا صعبة على الشخص اللي كان بعيد اوي او لسه في حاجة جواه لها علاقة بنحية غلط هو بيحاربها وبيصريعها من هنا بس بتأتي الصعوبة وانا بعض يعني بتكلم مع الناس كتير بقول لهم يا جماعة اما هو ما ينفعش الموضوع التربية الايمانية دي زي بالزبط التربية الرياضية التربية الجسدية انا اول مرة روح الجن الدنيا بتبقى صعبة شهر شهرين سنة سنتين بقيت بطل كما الاكسان الحياة الايمانية كده وما ينفعش انا بقى بعيد قوي قوي وبعدين ها انا مفروض بقى اعمل ايه بقى لما الاداني قد نقوم اصلي على طول الصعبة اوي مش قادر اقوم ليه بقى في مشاكل بسبب ذنوب كثيرة وبعد فيبقى لازم فعليا احارب نفسي وصارع نفسي مصارع علشان ادفعها دفعا للطاعة والله العظيم انا كنت مع اخي النهاردة وحصل موقف خلاني اشعر بالخجل من نفسي كنت مع اخ بنشتري حاجة وكان جايبني معاه علشان الحاجة دي انا بفهم فيه هو اللي هيشتري وهو اللي هيدفع ومبلغ كبير انا مركز مع البيع والحاجة دي شكلها ايه ومبتاع ايه وعمال اتكلم والمغرب قدم وعمالين بقى نشوف طب دي ولا دي ولا دي ولا وحيدفع مبلغ كويس يعني والمغرب اقيم اقيم اقيمة الصلاة فبعدين بكلم الاخ كده وبسأله طب دا ولا دا ولا ايه النظام فهو مش مركز معاي فرح قال لي معلش علشان انا بالي مشغول في الصلاة تعال انا روح باله مشغول لانه سمع الاقامة ويمكن هو يعني كان محرج او حاجة زي كده يلا مش مهم دا دلوقتي اقصد في النهاية انه في حد ممكن يكون في حالة وحد تاني في حالة مناقضة تمام والوصول للحالات دي مش بتيجي كده قالت الاعراب واملنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا اسلمنا ولما يدخل الامان في قلوبك الانسان اللي مطلوب منه سيجد اللي مطلوب منه بسيط جدا جدا يا اخي بسيط ازاي وشهوات وشبهات وحفة النار ما هو الشهوة دي عاملالك مشكلة ليه علشان في لسه حتة منها في قلبك وفي قلبي هي دي المشكلة مع الوقت تجد يا اخي انا مش عارف ابطل الذنب دا طب شوف كده ناس تانية تلاقي الذنب دا حاجة مثلا هضر بمثال الناس يقول لك انا مقدرش مقدرش بطل سماع الاغاني مش هقول لك حاجة تانية اصعب مقدرش بطل سماع الاغاني الاغاني دي حياتي وروحي بص بص بقى على حال ناس تانية عمر ما خطر على بالهم اصلا ان الاغاني دي يعني حاجة عليها القيمة تسمع او انها شهوة او حاجة ممكن تشغلني او ليها اي مساحة في دونيتي صح ولا لا هي بتبقى مرحلة الواحد بيعاني فيها علشان يتخلص من رواسب جاهلية هو كان غرقان فيها بعد كده لما يتخلص من ده بيبتدي يعرف قدي ايه يا اخي على رأي الواد ده ده اصلا يعني انا انا والله ويا رب يا رب وربنا عرض علي العرض قال لي يا محمد تتحمل الامان ويا رب اكون صوت ويبقى الجزاء الجنة ويبقى عندي علم بايه هي الجنة وانا ارفض لا والله ازاي حطلي بقى اي عقاب ممكن يتحط وانا عبيط علشان اضيع الفرصة دي انا مش فاهم ازاي في نار جهنم خالدين فيها ومشكلة الشر وربنا يعزب ايه ايه دا انت بتتكلم في ايه ايه اللي ممكن يخليني اوصل لده اصلا وازاي ما عملش اللي يخليني اروح يمين الجنة الانسان لازم يدرك ان المكافأة دي مش ذاكر يا حبيبي وهجب لك عجلة انجح يا بابا في السنوية العامة وهجب لك لاب توب ولا بلاي ستيشن مش عارف مين وهفسحك شهر في المالديف الله المستعان لازم الواحد يعرف حقيقة هذه المكافأة علشان انا بقول المكافأة دي عندما تعرض لا ترفض وخلي بالك بارجع وبكرر مرة تانية اللي مطلوب منك مش صعب ولا هو مستحيل والله عز وجل يعلم ذلك والله عز وجل لا يكلفه نفسا الا وسعاه انا بقى انا اخر تعليق ليه على السؤال ده وانما علش انا هرجع مرة تانية وبقول انه هو يستحق المزيد من التحضير اكتر ممكن اخر تعليق حاجتيني اول حاجة الناس اللي بتشغل بالها بهو انا اخترت ولا مخترتش الجملة دي مهمة واتمنى الناس تستوعبها في النهاية لازم تعيش الواقع لازم تعيش الواقع الواقع ايه انك موجود فعلا ماشي انا الواقع موجود فعلا وبعدين جي واحد قال لي دي رسالة الاسلام وبحكي لك قبل ما توجد وبعد ما تموت ودنيا كبيرة اوي ساعتك بحكي لك كل حاجة وبقول لك انت المطلوب منك ايه في الدنيا دي ايه اللي مفروض بقى يتعمل ساعتها اني اعمل المطلوب مني عندي مشكلة في قلبي القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبهما كيف اشاء يقلبها كيف اشاء وان الله عز وجل يحول بين المرء وقلبه وايات كثيرة دلالتها ايه اني لو انا عندي مشكلة متعلقة بالايمان والاسلام دي مشكلة لها علاقة بالقلب في الاساس القلب لو ده ارتاح العقل ده هيرتاح او المخ او ايا كان يعني هو قلوب يعقلون بها القلب ده لو ارتاح الا ان في الجسد مضر اذا صالح هتصالح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله الموت غضي الا وهي القلب القلب ده لو ارتاح انت كلك هترتاح يبقى تعمل ايه يبقى تتذلل كعبد لله جل وعلا تتذلل كما ينبغي للعبد ان يتذلل وتدعي ربنا اللهم يا مقلب القلوب والأفصال ثبت قلوبنا على دين يا رب ريح قلبي وطمن قلبي بالإيمان اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي وكره إلي الكفر والفزوق والعصيان اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفزوق والعصيان تفضل تلح على الله وتتذلل لله يا رب ريح قلبي وطمن قلبي بالإيمان وثبتني على هذا الإيمان وتوفني مسلما والحقني بالصالحين وانت بتجر نفسك للطاعة والله عز وجل يقينا يرى منك الخير يصلح حالا بس انت تبقى عارف ان انا مش بختبر ربنا اهل الادان قدن دلوقتي قديني هقوم اصلي اهل يا عم اما نشوف ايه اللي هيحصل وبعد ما قديني صليته ما حصلش حاجة انا زهقتي بقى من الماضي الدنيا ما بتمشيش كده وربنا اعلم بنفسك منك الدنيا ما بتمشيش كده الصدق ده لما الله عز وجل يراه في القلب الدنيا بتبرين فانا بكرر النقطة دي الشخص اللي بعت السؤال ده الواقع ان احنا موجودين فعلا ولو انت حالتك النفسية او الايمانية او الروحية حاليا هي اني لا انا ما كنتش حابب ان انا بقى موجود الواقع انك لا تملك لو انت المفروض تحت مظلة الاسلام الاسلام او بيقولك انت مش من حقك تموت نفسك اصلك انت معلش انا اسف هكلم نفسي علشان في ناس والله العظيم لو تعقل اللي بتقوله لو تعقل اللي بتقوله هو انت فاكر نفسك لما تموت هتروح لمين ولا هتهرم من ربنا فين انت فاكر يعني ان الموت ده هروب فاكر يعني ان الدنيا دي لعبة وانك لما تموت يبقى انت خرقت من اللعبة لا والله العظيم الموضوع اكبر من كده وربنا بيقول لنا الموضوع اكبر من كده الناس اللي تقولي احنا مطحونين في الدنيا دي مطحونين مطحونين مفرومين في مفرمت البوفتيج ولا البولويف ولا البتاع اللي كان بيقول عليه الاخ حسام ابو البخان كان مسمي ايه نوع لحمة يعني ويجي حد يقولي يقولي انا زهقت خلاص ما بقتش قادر اموت نفسي وارتاح انت عبيت فين معلومة ان انت لما تموت نفسك هترتاح انت قد اللي جاي الاسلام بيقولك انت مش من حقك تنهي الاختبار وقت ما انت عايز مدة الاختبار دي مش انت اللي بتحددها ربنا هو اللي بيحددها والاختبار ده بينتهي بالموت انت في الاختبار خلاص انا يا عمي ما كنش عايز اجي الاختبار والله الواقع انت في الاختبار لو انت بقى عاوز تنعيش لأ انا مش في اختبار يبقى نتنعيش في ادلة صح الدين الاسلام ابتداءا وادلة وجود الله بعديها ادلة صدق نبول سيدنا محمد بعديها ادلة وحي القرآن الكريم ابتداءا علشان نعرف احنا في اختبار خلاص الواقع ان احنا في اختبار خسب الاسلام يبقى اعمل اللي ينجحك في الاختبار اعمل اللي ينجحك في الاختبار وصدقني صاحب السؤال ده هي حالة ويسير على الله عز وجل انها تذهب وعلى فكرة والله ما هو عيب والله ما هو عيب انك تبكي لله عز وجل وتخرج حزنك وتعبك وقلمك وشقاك لله وتقول له يا رب يعني الموضوع تعبني ويا رب اويني وعني وصبرني على اني اكمل الدنيا دي على خير واموت على الاسلام وادخل الجنة لو انت شايف ان الموضوع صعب اوي كده الحل عمره يعني القرآن دايما دول ففروا الى الله الحل عمره ما كان بالبعد عن ربنا المشكلة سببها البعد عن ربنا والحل هو الحل الوحيد لو انت ايوة ميش انا عايزة افضل ادعي ربنا انه يقربك منه وانك تذوق حلاوة الايمان وانك لما تذوق حلاوة الايمان تفضل تذوقه وان الله عز وجل لا يحرمك منه ابدا لغاية ما تموت عليك الى الامر محتاج نحية تعبودية كبيرة جدا ونحية ايضا علمية كبيرة جدا انا فيه بس تعليقكم تعاوز اقوله اقوله يعني لعل وعسى لعل لعل يعني الشخص اللي بيسأل السؤال ده حقيقة حياته عاملة ازاي انا مش بقول كده عشان احكم لكن عشان اقول ان فيه ناس ممكن يعني خرفيا بتعذب طوال يومها وليلها بالوان وصنوف شتى من العذاب ومع ذلك هي صابرة وتنتظر لقاء الله فيه ناس والاسلام اخبرنا عنهم ان هم يعني عاشوا في الدنيا اوحش حاجة ممكن تتعارش وفي الاخر هو من اهل الجنة فتبقى مقابل انه داخل الجنة ده انت هل رأيت شقاء انقط عمرك شفت شقة لا ربنا بيقول لنا كده المكافأة دي مقابلها كده شوف بقى مين اشقى اهل الارض ده ممكن تكون حياته عاملة ازاي بس هو من اهل الايمان وهيدخل الجنة هل بقى صاحب السؤال ده شايف نفسه انه هو اشقى اهل الارض الله مستعان ربنا يسلح احوالنا جميعا الاخر اللي بيقول نصيحتك لمن تضيق به السبل نصيحتي انه ما تنساش الله عز وجل ابدا انا دايما لعني لما كان بيمر بي لحظات بحس انها شديدة وصعبة وقاسية ومؤلمة وكذا وكذا دايما بفكر نفسي انه كل ده هيزول وسينتهي وسيذهب ومش هيبقى ليك الا اللي انت عملته للاخر فمهما كان اللي انت فيه في الدنيا ده انت مش هتتخلت فيه لن يظل مستمرا الى الابد هيزول هيزول مهما كان ويجب التركيز على ده انه بقى لما يزول ويأتي او وتأتي الابدية تكون انت عملت لهذه الابدية التي لن تزول عشان وقتها بقى لو انت كنت في الجانب الوحش مش تعرف تصبر نفسك بانه هيزول معلش وقتها لن يزول مهما كان ممكن تتخيل نفسك فيه من عذاب وشقاء وضيق في الاخر هنموت مهما طال مهما طال اي حاجة بتحصل لنا في الدنيا بتضيقني هينتهي هنموت وهنروح بقى للحياة الحقيقية يا ليتاني قدمت لحياتي الله المستعم كيف يمكننا انه قوي ايماننا في الله المسألة دي يعني انا شايف انه يتعمل فيها دراسات عليا ورسائل دكتوراه وماجستير وديبلومات وبعتقد ان هي مسألة في الاول والاخر شخصية لكن قطعا ولا شك يعني شخصية بمعنى ان انت ممكن انت تيجي بالوعظ في غيرك ييجي بالحكمة او المعلومات العلمية او ايا كان لكن انا بعتقد انه فيه دايما فيه جانب روحي وفيه جانب نفسي وعقلي وكذا الجانب الروحي ده المقصود بايه انه العبادة والدعاء والالتزام والطاعة والاذكار والجانب ده جانب الطاعات وجانب الدعاء وجانب ايه اللي انت ممكن تعمله من النحية الروحية ممارسات روحية علشان سميها بقى رياضة روحية ايا كان دي نحية باعتقد ايضا ان فيه جانب جسدي في الموضوع وده بينصالح بقى بالصيام وبينصالح بقيام بقيام الليل جسدك شقي جسدك معك في العبادة بحيث ان جسمك ده ينضبط على الطاع وده جانب ايضا انا باعتقد فيه وخلي بالك بس كتعليق على النقطة دي ان الامر ملوش علاقة بتخن ورفع والكلام ده لان ربنا يعلم ان فيه ناس من الناحية الجسدية وزنهم زايد لكن عمرهم ما كانوا ثقال على الطاع او عمرهم ما تثاقلوا عن الطاع يعني هي مسألة مختلفة بس باعتقد ان من ضمن اكتساب الحالة دي انك تمرن جسمك عليه كثرة الصلاة كثرة الصيام كثرة القيام كثرة قراءة القرآن الافعال والطاعات اللي الجسد بيشتغل فيها ايضا لها دور في الاخر ربنا بيقولك ان جسمك ده وجلدك واديك ورجليك واعنيك وهيتشهد عليك وهم ليهم دور في الموضوع وفيه بقى ناحية علمية والناحية العلمية دي تشوف تقرأ القرآن الكريم وتتدبر فيه تقرأ في السنة النبوية الشريفة وتتدبر فيها وهكذا وتشوف كل ناحية علمية تقدر تزداد منها علشان تقوم من حالتك الإيمانية دي يعني ده باب كبير جدا جدا وواسع وانا بعتقد انه في الاول والاخر ان الانسان يتخذ حقيقة حالة العبد وانه يعرف ان كل حاجة بيد ربنا وانه يطلب بقى من ربنا هل ادلة على وجود الله يصلح ان نطلق عليها ادلة علمية ام هي نقلها عقلية احنا لما بنقول ادلة علمية على وجود الله بنقصد انه هذه العلوم الطبيعية لما نفكر فيها بشكل عقلاني ومنطقي بيدلنا على وجود الله عز وجل لكن ما ينفعش طبعا نقول ان فيه دليل علمي على وجود الله بمعنى ان انا هستخدم علم من العلوم الطبيعية وهرصد ربنا مش ده المقصود ابدا فاحنا بنقول انه لما تدرس كوزمولوجي وتفكر فيه بشكل عقلاني ومنطقي هيدلك على وجود الله لما تدرس فيزياء وتفكر فيه بشكل عقلاني ومنطقي هيدلك على وجود الله لما تدرس احياء وتفكر فيه بشكل عقلاني ومنطقي هيدلك على وجود الله وهكذا دول اهم ثلاث علوم مع طبعا الرياضيات اللي دخلها في كل حاجة علم كونيات وفيزياء وكيميا واحياء تدرس العلوم دي وتفكر فيها قطعا ولا شك التفكير العقلاني والمنطقي هيقودك في النهاية للامان بوجود الله ده اللي احنا بنسميه أدلة علمية السعود العريفي لما كتب الكتاب بتاع الأدلة العقلية النقلية على وجود الله كان بيقصد بيها ارشادات النقل الشريعة الاسلامية ارشادتها للأدلة العقلية خلي بالك هي في الأول والآخر في الأول والآخر انت لازم تستخدم عقلك العقل مع الفطرة لما العلماء بيقسموا الأدلة على وجود الله يقولوا فيه أدلة فطرية فيه أدلة شرعية فيه أدلة عقلية فيه أدلة علمية فيه أدلة فطرية عدت زي ما انت عايز هم في الأول والآخر بالنسبة لك انت عبارة عن ايه عبارة عن الفطرة مع العقل بيشتغلوا مع بعض في التأمل فيه شيء ما فتصل إلى الإيمان بالله والاعتقاد بوجوده الإنسان بيقدر يصل للإيمان بوجود الله عز وجل بناء على الفطرة والغريزة أولا وأخيرا ودي المقصود بها ايه العطاية الإلهية أو الخلقة الإنسانية اللي الله عز وجل خلق عليها الإنسان الهيئة والكيفية اللي انت اتخلقت عليها بتجعلك قادر على إنك تصل للإيمان بالله إن ما كانتش هي أصلا يعني نبتة أو بذرة أو أو شيء داخلي وبينمو مع الوقت ويعني لا يحتاج الكثير علشان يتأكد منه أو يتثبت أو يتأقن منه طبعا دا احنا بنتكلم على على الإنسان اللي ايه زي ما بنقول فطرته السليمة مش منكوسة ولا منتكسة ولا على اللي ربنا وهبهولك وخلقوا فيك مع الكون اللي حواليك تصل إلى الإيمان بالله وفي الآخر يعني الشرع قطعا ولا شك من أهم الأدلة على وجود الله بكذا برهان منطقي في بعض الناس لما بتتكلم على موضوع الدليل الأنتولوجي على وجود الله ايه الدليل الأنتولوجي على فكرة ايه ان فيه أصلا فكرة اسمها ربنا لو ما كانش فيه ربنا ما كانش هيبقى فيه فكرة ربنا أصلا الفلسفة على فكرة لما كتبوا في الموضوع دا والله كتبوا فيه كتير جدا لو كان الإلحاد حقيقي الأصل ان ما كانش هيبقى فيه فكرة إله وفكرة عبادة وفكرة الواقع بقى ان الأفكار دي متجذرة في التاريخ الإنساني البشري منذ أن وجد عمر ما الواحد يقدر يرصد فترة تاريخية في تاريخ البشر ما كانش فيه إيمان بالله لكن نقدر نرصد امتى فيه إلحاد لأن الإلحاد هو الشاذ الإلحاد هو الطارق على الأصل دا بيقولك فكرة ان فيه كتب سماوية أصلا وجود الفكرة دي دليل بدرجة ما على صحتها وإلا فالإنسان جات له الفكرة دي منين إن فيه إله وإنه بيبعث أنبياء ورسلوا ومعهم كتب وحساب وثوابق إيه دا كله دا اختر عنه إزاي لو كان الإلحاد هو الأصل وهو الحق والدروينية هي الأصل وهي الحق طبعا هم بيحاولوا أقا يخترعوا سيناريوهات لكن في الآخر لما تيجي تفكر في الموضوع بشكل عقل إنه منطقي تجد إن كل دا هبت إن لا أنت الكلام دا مش مقنع مش مقنع بحيث إنه يكون تواجد هذه الأفكار في التاريخ البشري بالشكل دا إن ما تكونش هي الأصل فبس علشان بس محدش يجي يقول التعب بيقلل من الأدلة الشرعية أو ما بيقولش إن فيه دليل شرع على وجود الله لكن هو في النهاية المصادر المختلفة للأدلة بترجع لي فطرة إنسانية من ضمن الفطرة والغريزة والكلام دا كله خدرة الإنسان على التعقل والتفكير العقلاني والمنطقي والكلام دا كله ففي الآخر بسبب وجود الله والخلقة التي خلقنا عليها أو خلقنا الله عليها ما كناش هنقدر نؤمن بالله أصلا كل الطرق تؤدي إلى الإيمان بالله لو أحنا فكرنا بس شوية بشكل عقلاني ومنطقي كده المفروض نكون انتهينا من إجابة على الأسئلة وبس آخر حاجة بس حابب أقولها إنه أتمنى للناس اللي فعلا في عندها أسئلة عايزة تناقشني فيها وعايزة تتكلم معي فيها حتى لو أنا مش محضر لها قوي بس يعني الموضوع أزمة معهم بزيادة والموضوع تعبهم جدا وعايزين يسمعوا أي حاجة تقلل من حدة الموضوع دا بالنسبة له لو أنت فعلا حالتك زي كده ما تكتفيش بإنك تبعاتلي تاكست على واتساب تصل بيها على التليفون وخد مني موعد نتكلم فيه قدرنا نتقابل خير وبركة قدرنا نعمل مكالمة صوتية على النت خير وبركة لكن فكرة أن أنت يعني تكتفي بهذا القادر أن أنت تبعاتلي رسالة على واتساب أنا مش بتجاهلها ولا حاجة بس الفكرة إيه؟ أنه ححطها عندي في الأجندة وححاول على قد ما أقدر أن أنا أحضر لها وفي وقت ما لما ربنا ييسر لي ولاقي نفسي دخلت في الموردة بتاع الإيمان والإلحاد هتلاقي بقى محتوى قناة الدعوة مواضيع المسيحية قالت مواضيع الإيمان والإلحاد زادت أنا حاليا أجد نفسي نشيطا في جانب نقد النصراني وموضوع الاقتباسات وشرحها والكلام الحالة دي طول ما هي موجودة فأنا بدوس فيها لغاية ما هلاقي نفسي الوحدي كده بقيت خلاص أنا زهئت ولم أقعد نشيطا في أني أدوس في النقطة دي ألاقي نفسي نشيط في النقطة دي إلى لقاء في أسبوع قادم إن شاء الله عز وجل أسف جدا على الإطالة ولا تنسوني مصالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة